موسيقى هدف المنتخب الايطالي الاول عن طريق الاسندرو ديل بيرو الاسندرو ديل بيرو بالفعل ولكن في الاساس المجهود حلو جدا للعب كريستيان فيري كريستيان فيري البديل والاسندرو ديل بيرو البديل ايضا شوف شوف المجهود الحلو جدا هنا عن طريق كريستيان فيري وشوف النهاية الحلوة ايضا ويشير الى وجود خطأ على هذا اللاعب ولصالح المنتخب الايطالي دينيلسون عليه خطأ وعلي لمسة يد وإيساندرو ديلبير ومثل هذه الكرات ايضا يفضلها وكرة جول البرتيني البرتيني شوف اتغير تجاهها في اه اه اتغير وتضرب الكرة في الدائر وتروح في التسعين وبالتأكيد لان تفريل تحرك مع الكرة مع روبيرتو كارلوس دينيلسون روبيرتو كارلوس اه جول جول روبيرتو كارلوس روبيرتو كارلوس الظهير البرازيلي الايسر المتخصص في تسجيل الاهداف يسجل هدف البرازيل الثاني في هذه البطولة وشوف من ضرب روبيرتو ينفذها اهو نفسها وعلى قدم ايضا تهيئت من دينيلسون والمرة هذه تصطدم بقدم بقدم اللاعب الايطالي اللي هو لومباردو وتغير اتجاهها ايضا وتدخل مرمى باليوكا وكنا قد تركنا الشوطة الاول من هذه المبارات ينتهي بتقدم منتخب ايطاليا بهدفين لهدف واحد بالمناسبة ناتراني ما اشجع البرازيل ولكن بالفعل الشيء اللي ينقل اه اه اراكل الجزاء لايطاليا ديلبيرو راح يسجد وممكن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرازيل كرة جول واليساندرو ديلبيرو يسجل هدف منتخب ايطاليا الثالث في مرمى البرازيل من ركل الجزاء بقدم اللاعب الايطالي المتألق اليساندرو ديلبيرو في مرمى تفاريل شوف بكل ثقة لللاعب اللي عنده الكرة الان روبرتو كارلوس محاولة خطرة خطرة رونالدو جول جول اخيرا اخيرا يظهر رونالدو ويسجل اول اهداف في هذه البطولة ويقلل الفارق الان الى هدف واحد والنتيجة الى خمس اهداف في المجموعة العام شوف ملعوبه بشكل حلو وفيها ايضا مجهود حلو جدا من رونالدو واللي سجلها على يمين شوف الكرة من روبيرتو كارلوس شوف المجهود الحلو عن طريق رونالدو تخلص من كوستا كورتا وارسلها على يمين حارس المرمى باليوكا هذه امنية شخصية واعلم تماما ان الامان لا تتحقق بالسهولة التي يتصورها الكثيرون في عالم كرة القدم ولكن لما لا نحلم هاي كرة جول جول رو ماريو رو ماريو وهدف التعادل للمنتخب البرازيلي هدف هالتعادل وشوف البرازيليين ورو ماريو والمباراة المثيرة بالفعل مباراة القرن خلونا نقول عنها مباراة القرن البرازيل ايطاليا ورو ماريو وهدف التعادل للبرازيل في المباراة اللي بالفعل رح تبقى في الذاكرة فترة طويلة جدا شوف رو ماريو وهدف التعادل وفي ديكتين وعشر ثواني وحكم المباراة يطلق صافرته